موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا نلتقيبكم من جديد في أجواء الصباح رباح اللي نشارككم فيها في هذه الفترة الصباحية نشارككم في سعي هنا وهناك وتعزيز التواصل مع المحيطين بنوا بكم وأخذ كل ما هو مفيد وفيه بصمة فرد أو مجتمع أو مؤسسات من نشاطات وفعاليات وأحداث في قطرنا الحبيبة وياها الأبكم صبحكم الله بكل خير وصحة وسعادة مشاهدي الصباح رباح ومستمعينا عبر الأثير اتجدد لقائنا الصباحي معاكم ومع مناديبنا اللي صاروا جهزين في محطاتهم الصباحية معنا اليوم معبد الرحمن المري من مركز قطر المؤتمرات يتابع اليوم الثاني لمعرض قطر الدولي للجامعات وأيضا سعود المعاضي من فندق جراند حياة بيطلعنا على تفاصيل المؤتمر الدولي الرابع لأبحاث معالجة الغاز وبنتعرف مع الزميلة ليلى الملة على مفهوم الخدمة المجتمعية اللي قدمها فندق شرق ومنتجع فريق فندق ومنتجع فريق شرق عبر برنامج النجاح من خلال الخدمة أما مع الزميلة حنان بلان فبنرجع لها بوصفة جديدة أو بترجع لنا هي بوصفة جديدة من وصفات المطبخ إذن ننتظر حنان في آخر الحلقة إضافة إلى مجموعة من الأخبار والتقارير اللي نغطي فيها أحداث مختلفة وفي بداية حلقتنا تكريم وانتصارات حيث استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد آل ثاني أمير البلاد المخدة في الديوان الأميري المنتخب لكتري للشباب تحت 19 عام لكرة القدم بطل كأس آسيا بحضور سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير وبداية المقابلة هنأ صاحب السمو الأمير لاعبي المنتخب وإعضاء الجهاز الفني والإداري على هذا الإنجاز الرياضي التاريخي واللي أنضاف لجملة الإنجازات اللي حققتها الرياضة الكطرية وأشاد صاحب السمو أيضا بمستوى اللاعبين والنتائج اللي حققوها وبها تتوجه أبطال لكأس آسيا لكرة القدم في مينمار ومن جانبهم أكد أفراد المنتخب أن الفوز التاريخي وتحقيق البطولة ليس إلا دافعا لتحقيق المزيد من النجاحات للكرة الكطرية وبهذا تربع عنابي الشباب على عرش آسيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على كوريا الشمالية بهدف لا شيء في بطولة كاس الأمم الآسيوية السبعة وعشرين اللي استضافتها مينمار على مدى الأسبوعين الماضيين وأتاح هذا التتويج للفريق حجز بطاقة التأخل إلى منديال الشباب اللي تستضيفه نيوزلندا العام المقبل إن شاء الله بإذن الله طبعا هذا الخبر خبر استقبال سمو الأمير تصدر كل عنوين صحفنا المحلية الصادرة لصباح اليوم بنعرف مقتطفات منها مع زميلاتنا نور المنصوري صبحت الله بالخير صبحت الله بالخير يا خلود صبحت الله بالخير يا حصة وصبحكم الله بالنور والسرور مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان طبعا أول خبر نقول ألف مبروك حق شبابنا اللي جوننا بالكاس الغالي يعطيهم ألف عافية بالفوز أبطالنا الناشئين الشباب مش الناشئين في كرة القدم والخبر لول عنهم طبعا الأمير يشيد بأبطال آسيا وسموه يبدأ غدا زيارة البريطانية والتقي الملكة إليزابيث وكاميرون طبعا هذا الخبر الأول من جريدة الوطن عندنا الخبر الثاني في جريدة الوطن أيضا الوطن والمواطن القوات المسلحة تطلق تمرين نصر 2014 بمشاركة كافة القيادات والأفرع ومؤسسات ووزارات الدولة العميد الركن الخيارين التمرين يهدف إلى تدريب القيادات على تقدير الموقف والسيطرة قائد القوات البرية يزور التمرين عندنا الخبر الثالث في الوطن والمواطن أيضا مليار و77 مليون ريال لمشاريع صحية جديدة وقعت عقودها أشغال بحضور وزير الصحة أكد سعادة عبدالله خالد القحطاني وزير الصحة والأمين العام للمجلس العلى للصحة أن الدولة أصبحت أكثر ثنافسية في مجال إنشاء المراكز الصحية ذات المعايير الدولية والخدمات الطبية المميزة قائلا نستطيع إنشاء نظام صحي أكاديمي مكتمل وتوفير الكوادر الطبية لبناء نهضة صحية شاملة تحقيق اللوريات قطار 20-30 جاء ذلك خلال المؤتمر هيئة أشغال العامة أمس الأحد بفندف سانتريجز الدوحة الخبر الرابع في الوطن المواطن صفحة سبع مشاهدين مواصفات قطرية جديدة للإنشاء دشانها نائب رئيس مجلس الوزراء تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة أرتاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية دشانها سعادة أحمد بن عبدالله المحمود نائب رئيس مجلس الوزراء صباح أمس الأحد بمركز قطر وطني المؤتمرات النسخة الخامسة من مواصفات قطر لإنشاء 2014 كما ابتتح سعادته المعرض المصاحب للمؤتمر الجريدة الثانية عندنا مشاهدين جريدة العرب اعتبارا من اليوم وحتى لين يوم الخميس 16 فعالية بالمدارس استعدادا لليوم الوطني هناك صورة من مشاركات الطلاب في اليوم الوطني العام 2013 عندنا الخبر الثاني في العرب وزير الثقافة يفتتح ملتقى الدوحة لفناني الخليج الثاني في متتبعات العرب افتتاح معرض قطر الدولي للجامعات الحمادي تتشين نظام التقديم للابتعات الالكترونية نهاية أكتوبر في الاقتصادي العرب بحسب بيانات حديثة الهيئة العامة 8% نمو عدد السياح الوافدين على قطر في 6 أشهر قطر تتحول إلى واحدة من أهم مجهات السياحة العائلية والسياحة والسياحة الأعمال عندنا الجريدة الثالثة هي الشرق في محليات الشرق ألف زهرة من قطر الخيرية للعاملين بالمواقع الخدمية الحملة بدت من الإدارة العامة للمرور ونشوف بعض من الصور للأطفال يهدون زهور والورود حق العاملين في إدارة المرور وأيضا في محليات الشرق صفحة 30 خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للأبحاث معالجة الغاز دكتور المسنط تعزيز الموارد البشرية والمالية بجامعة قطر في الأعوام الخمسة المقبلة مراكز الأبحاث في الجامعة تحقق رؤيتها الهادفة إلى تلبية احتياجات قطر وعادل البعينين تشجيع الطلب على إكمال دراستهم في ميادين الهندسة وأيضا في متتبعات الشرق صفحة 44 حمد بن ثامر يتوج الفائز بجائزة الدورة العاشرة لمهرجان الجزيرة فيلم لقاء مع أرض مفقودة يحصد الذهب والجواز تتوزع على 24 فيلم رئيس الشبكة مهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية قدم عملا مميزا يستحق التقدير وزيرة التقافة مهرجان الجزيرة أصبح وجهة المخرجين والمبدعين عالميا عندنا في محل الشرق صفحة رقم 6 بنطوار شركات متخصصة في صناعة البلاستيك ترغب بدخول السوق القطرية افتتاح فعاليات معرض قطر الدولي للبلاستيك والطباعة والتغليف عندنا أيضا خبر خمسة ألاف زائر لمعرض كشتة لللوزم الرحلات اختتم أعماله بمركز شباب اسمي اسمه عندنا خبر أيضا من كتارة كتارة للضيافة تطور فندق ريال سافوري لوزان الشركة تفتتح الفندق رسميا في يونيو 2015 الملة الفندق يمثل تراثا غنيا ومستقبلا مشرقا وهناك صور في أيضا صورة من جانب هذا الفندق لكن خارج الدولة منظر جدا حلو عندنا الخبر القبل الأخير رياضي وهو العناب الصغير يتصدر مجموعته بكأس العرب الفلسطيني واجه العراقي والسوداني مع السعودية اليوم نقول لهم بالتوفيق وأيضا الخبر الأخير رياضي سلة الريان تكثف إعدادها لانطلاق البطولة العربية تغيير برنامج المباريات والفريق يبدأ مشواره بالأهل المصري غدا نقول لهم كل التوفيق لسلة الريان خمشادينا وخواتي بالستيديو هذه كانت كل أخبارنا لليوم أنتقل عندكم في الاستيديو شكرا نور على هذه الأخبار المتنوعة وشون عندنا حيبات والحين بننتقل لنديبنا عبد الرحمن المري من مركز المؤتمرات يتابع اليوم الثاني من معرض قطار الدولي للجامعات صبح كله بالخير يا عبد الرحمن نعم الصباح النور والسرور الله يعطيكم عافية زميلاتي في السد وصباح رباح وصباحكم رضا وعافية والصحة ونشاط جميع مشاهدين ومستمعين قناة الريان الفضائية كما عودناكم في تغطية معرض قطار الدولي الخامس للجامعات والذي يقام تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام المجلس أعلى للتعليم يستمر هذا المعرض في الفعاليات المستمرة لكوة من 100 جهة 85 من جامعة وكلية دولية ومحلية ومنها أيضا 17 جهة قطرية من الجامعات وكليات المتنوعة أو المتفرقة موجودة كما عودناكم رح نأخذكم في جولة سريعة عندنا من الجهات المشاركة في قطر كلية المجتمع قطر المشاركة أيضا في هذا المعرض رح نطلع عليكم على بعض الشروط القبول الموجودة والتخصصات الموجودة في هذه الكلية اللي بيخبرون أكثر عن هذا نستضيف معنا الأغتري موجودة في بروشير لحق الكلية المجتمع صباح عليش بخير ممكن تعرف عليش البداية صباح النور يا هلا هدى السويدي بنسق قطر القبول والتسجيل في كلية المجتمع في قطر يا مرحبا فيك يا أخت هدى في البداية لو تخبرنا عن أهم النشاطات أو أهم نشاط قدم كلية المجتمع خاصة في المعرض قطر الدولي الخامس الجامعة احنا الحمد لله شاركنا العام وكنا مشاركين بقوة الحمد لله وحنا حرصي على أن نكون متواجدين في المعرض وعندنا كلية المجتمع تخدم طلابنا في قطر من شروط تقدم أول ثلاث دبلومات الأداب العلم مشارك والأس والعلوم التطبيقية مشروط قبول الطالب في الكلية أن يكون حاليا من أبناء القطريين أو أبناء القطريين إن شاء الله في المستقبل سنستقبل غير القطريين إن شاء الله لو تخبرنا عن نواعة الخصوصات الموجودة في كليات المجتمع عندنا في الأداب اللي هو الأي اي اي الأي اي الإدارة والاقتصاد التربية لتصال الإعلام الأي اي 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 هي المواد العلمية الكيمية الفيزياء البالجي الهندسة والعلوم التطبيقية اللي هي نفس الدبلوم المشارك للطفولة الجمارك حاليا والحمد لله يعني الحمد لله زي أهم السفسرات اللي جيكم من الطلبة يعني أنا اعتبريني طالب يعني أنا جاي مثلا ما عندي خلفية عن كلية المجتمع شروط الأوراغ المقدمة ثبوتية النساب إحنا ما نأخذ نسبة نعمل مبتاحاً تحدي المستوى ونشوف نقبل أي مستوى يعني في الكلية شروط القبول لازم يكون قطري في الوقت الحالي لازم مشروط القبول أيضاً يكون مخلط ثانوية عامة يثبت يجيب صورة بطاقة شخصية شهدت الثانوية الأصلية فحص طبي يعني أشياء بسيطة نعم لو تخبرين بعد عن أغلب الطلب يستفسرون عن التخصصات أو مجالهم أكثر الناس أو أكثر الطلب يدخلون تخصصات معينة أو بما يحتاج أيضاً مع السوق العمل القطري أكثر شيء يحب إدارة العمال الحاسب الآلي الإعلام هي أكثر تخصصات يعني الطالب يسعى لهم طيب إيش المميزات اللي يعني يتميز فيها كلية المجتمع عن باقي عن غير كليات الجامعات الأخرى نحن ما نشترط نسبة معينة في ثانوية العامة نقبل أي عمر عندنا الفترة المسائية وهي جداً مهمة للموظفين يعني تخبرين بس الفترة الصباحية والمسائية من الساعة كم الساعة الصباحية عندنا الفترة من الساعة السبع سبع ونص تقريباً للساعة ثانتين والمسائية من أربع إلى عشر طيب إيش التسجيل مفتوح لحد متى هل في نفس الجامعات سواء في فترة الصيف الخريف عندنا عندنا الربيع وعندنا خريف وعندنا أيام معينة للتسجيل وبس بالنسبة للمتحان تحديد المستوي يقدر الطالب يدخل على أونلاين يسجل يعني يحدد في الكلندر متى يستطيع أن يجي صباح يمساء يقدم المتحان هاي مفتوح طول السنة هو اختبار تحديد المستوي ولا اختبار قبول لأننا في بعض المرات يعني لبس على موضوع على الطلاب أو بعض الناس يقول لا في اختبار قبول أنا ما راح أدخل لا بس نحدد المستوى لا بس نحدد المستوى نحن عندنا من نفل 1 إلى نفل 6 بالنسبة لشنون شوفت في الإقبال في المعرض هنا بالنسبة لكلية ايه كثير 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 الحمد لله بالنسبة للعام والسنة الحمد لله أكثر تخصصات التخصصات الأدبية أكثر شي ايه الآخر رسالة حين تحبين تفجيها لكل الطلاب نحن سواء حتى الأولياء الأمور اللي ممكن يشاهدون أو حتى الطلاب سواء داخل وخارج اللي ممكن حتى يدخلوا في الكلية المجتمع مما يقدمهم تسيرات وأيضاً في شيء مميز أن الفترة المسائية موجودة من الساعة 4 رسالة تحبين تفجيها لكل ما نشاهدون أقول إحنا موجودين في خدمتكم حياكم الله في أي وقت وإحنا سعيدين أن نخرج من عندنا الطلاب ومنسط بابنا في وجه أي حد حياكم الله نعم كل الشكر للأخت هدى السويدي ومنسقت جميع الطلاب وقبول في كلية المجتمع قطر الله يعطيكم العافية أيضاً هذا طبعاً اللي موجود عندنا في كلية المجتمع قطر تقدم امتيازات متميزة لهذه الكلية والطلاب أيضاً في الجناح الثاني أو الجناح الموجودة في الجناح جامعة قطر ومع السيد علي بوكمال اللي بيكلمنا أكثر في عضو المكتب في مكتب إرشاد والتوجيه في جامعة قطر اللي بيكلمنا أكثر عن دور جامعة قطر في هذا المعرض أصبحك الله بالخير أصبحك بالنور أخ علي لو تخبرنا أيضاً عن مشاركة جامعة قطر في معرض قطر الدولي الخامس للجامعات مشاركة جامعة قطر في معرض قطر للجامعات تقتصر على حضور إدارة القبول تمثير إدارة القبول للجامعة في تخصصات المتاحة لطلب المقيدين في مدارس الثانوية والخارجين الثانوية أيضا تخدم فئة الطلاب اللي حابين يستكملون درساتهم عليا في إشارات الماجستير والدكتورة نعم هذا يحين اليوم الثاني على التوالي لهذا المعرض وفترة الصباحية هذه مخصصة تقريبا حق البنات أيضا ممكن ازدحام البنات على الجامعات أو حتى الكليات الموجودة هنا فيه نوع من تخصص معين عليه الأقبال أكثر من الآخر طبعا يعتمد على المجال ويعتمد على تفضيل الطلاب لبعض التخصصات هناك تخصصات عليها أقبال نعم تخصصات علمية مثل العلوم والهندسة تخصصات الأدبية هناك طبعا أقبال من الإدارة والاقتصاد وكلية الأداب هذه الأربع مجالات عليها الضغط الأعلى طيب بالنسبة للجامعة القطر فيه أيضا شروط قبول فيه شروط تسجيل وتخبرونا أكثر عن التسهيلات التي قدمها جامعة القطر لطلابنا الناوين يدخلون في هذا الجامعة إحنا من خلال جناحنا في معرض قطر الجامعات نعرض شروط القبول للكليات عرض أن شروط القليات تكون من 75% هذا كحد أدنى في القبول وطبعا يعتمد على التنافس على عدد مقاعد معين في القليات هذا الشيء نشرح للطلاب سألنشرح للطلاب طبعا شروط القبول في كل كلية كل كلية تختلف تقريبا شروط قبولها عن الكلية الثانية بعض الكليات تدرس باللغة الإنجليزية لأن فيه كليات تدرس باللغة العربية أيضا بعد من غير درجة البكايروس فيه أيضا الدراسات العلية التي تقدمها جامعة نقطر ملدك بعد لو نسلط الضوء عليها من خلال الدراسات العلية طبعا هناك كليات توفر هذه التخصصات نفس كليات الأدوب وكليات الهندسة هناك طبعا متمثلين قسم الدراسات العلية بالجامعة يشروحون طبعا هذه الشروط القول في الدراسات العلية تحب توجه الرسالة مثلا معينة لكل مشاهدنا الأولياء الأمور أو حتى الطلاب تسهيلات قدمها جامعة قطر الأوراق الثبوتية اللي ممكن يجيبها أيضا فيه بعض التسهيلات في الأجنحة الأخرى خاصة بالابتعاث الخارجي أنه ممكن حد تكلم كيف الطريقة تواصل مع السفارات في وليت المتحدة أو في بريطانيا أيضا جامعة قطر هل لها برنامج ابتعاث معينة هل فيه مثلا خطط معينة توعوية بالنسبة للطالب بالنسبة لبرامج الابتعاث ما فيه برامج ابتعاث بالجامعة نحن نقدم الشروط القبول اللي خاصة بالتحاق بالجامعة نشرح لهم طبعا خطوات التسجيل الإلكتروني في أول الفصل بعدها يتم هناك تسليم المستندات المطلوبة في إدارة القبول وزأة طبعا أهم مستندة اللي هو الشهادة الثانوية هناك طبعا أوراق روتينية نفس البطاقة الشخصية والشهادة الصحية وهذه الأمور بعدها طبعا الطالب ينتظر قرار قبوله في النهاية الله يعطيك العافية سيد علي إبو كمال العضو في مكتب التوجيه والإرشاد في جامعة كطر الله يعطيك العافية ومشكور على تواجدك ما أنا في برامج الصباح والمحة الله يعافيكم مشكرين على الاهتمام شكرا شكرا هذا ما كان عندنا مشاهدينا من أمام جامعة كطر والجناح المخصص لجامعة كطر عندنا أيضا بعض الكليات والجامعات الموجودة اللي راح نسلط عليها ضوء إن شاء الله في فقراتنا القادمة منها كليات الشرطة وبعض الكليات الموجودة أو حتى الجهات العمل المتففرة الموجودة في معرض قطر الدولي الخامس للجامعات انتظرونا إن شاء الله بتغطية مستمرة بمعرض قطر الدولي الخامس للجامعة كلمة عند الزميلات في استوديو صباح رواح شكرا عبد الرحمن والشكر أيضا لضيوفك وواضح إن الشركات كلها والجهات التعليمية والأكاديمية مرحبة لطلابنا صحيح وهذه أكيد فرصة ومن المؤتمر الدولي الرابع لأبحاث معالجة الغاز لكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة